أصدر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إكاو قراراته حيال الشكوى المقدمة من قطر تجاه الدول الدعية لمكافحة الإرهاب وشار البيان إلى أن مجلس المنظمة أحيط علما بفحو الشكوى القطرية وبرد الدول المعنية عليها وإستمع إلى الأمانة العامة بشأن تدفق الحركة فوق المياه الدولية وقرى المجلس بوجود مسائل سياسية ينبغي على الدول المعنية معالجتها في المحافلة الدولية المناسبة بعيدا عن منظمة إكاو وعرب المجلس في قراراته عن تقديره لإجراءات الدول الأربع لعداد ترتيبات الطوارئ في منطقة الخليج وطلب من الأمانة العامة موصلة التنسيق مع الدول المعنية والمجاورة لضمان سرعة تنفيذ ترتيبات الطوارئ كما رحب المجلس في قراراته بالتزام الدول المعنية بموصلة المشاورات الفنية تحت مظلة إكاو لضمان تطبيق الحلود الفنية المثلى وطلب من الأمانة العامة تقديم معلومات بشكل منتظم ورفع تقرير محدث لنظر المجلس في دورته القانمة وتعليقا على قرارات المنظمة قال معالي المهندس عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة لطيران المدني السعودي إن هذه القرارات تؤكد حيالية المنظمة وتمسكها بدورها الذي أسست من أجله وهو الحفاظ على سلامة طيران المدني في جميع أنحاء العالم وثمنت تميمي امتنع المنظمة ومجلسها الموقر عن الخوض في الأمور السياسية حيث أكد العضاء أن مناقشتها تكون في المحافل المتخصصة وفي هذا صدد أضحة ميمي حول ما ورد عن ممرات الطوارئ أن أعضاء المجلس أثنوا على الخطوات التي قامت بها الدول الأربع من فتح مسارات طوارئ جديدة تساعد في انسيابية الحركة الجوية فوق أعالي البحارة ترجمة نانسي قنقر